آية بتعاني من الكسل والفشل وبقالها ثلاث سنوات على مخطوبة هي قالتلي في نص الكلام وهي برضو سامعاني آية أن الخاطب كان السبب في أنها الكلام السلبي هو عاوزها تنجح بس بيتعامل بطريقة غلط فأدى الأمر إلى نتيجة عكسية معاك يا آية أنا بس عايزة الأول قبل ما أتكلم عن مسألة الخاطب إذا الإنسان ساعت بعض الناس بيمروا وهم مش حاسين ببعض المطبات في حياتهم النفسية يبقى ناجح ومنطلق في الحياة ومحب الحياة لكن فجأة إلا أنفس وقف أنا في الحالة دي علي أن أنا أفوقف مع نفسي ربنا سبحانه وتعالى خلقك وخلق فيك إمكانات وعطايا العقل البشري ده كل عطايا وكل مواهب بس ما بتطلعش للي معطلها بتطلع للي بيستسمرها شوف كلمة العقل ذكرت قد إيه في القرآن والإشارة إلى ضرورة التفكر والتدبر قد إيه ذكرت في كتاب الله حتى لا يعطل الإنسان عمل العقل لأنه مع تعطيل عمل العقل فساد حياة الإنسان في هذه الدنيا الإنسان علي أنه يؤمن بأن الممد له من العطايا هو الله سبحانه وتعالى علي على طول أفتكر الحاجات اللي أنا نجح فيها فحفز همتي علي أن أنا أعرف حياتي هي من صنيع أفكاري فلابد أن أنا أعدل أفكاري عشان أقدر يحسن مصاري في هذه الحياة فاستغل كل الطاقات والمواهب لربنا الدهاني فإن أنا استسمرها لا أعطلها وقلأ أستجيب لنوازع نفسي اللي دلوقتي بتعاني من فطور فترقدني تخليني أقعد ما اشتغلش ما استحسش نفسي على العمل ضرورة إقراءة بعض الكتب اللي بتخلي الإنسان يعني تستعيد فيه النشاط إنه يرجع مرة تانية لا مانع من استشارة متخصص نفسي في الحالة اللي أنت وصلت إليه حياتي اللي عم يتكلم معاك في هذا العلم العظيم علم السلوك البشري اللي بيطرق عليه بعد نشاط وهمة إنه يفتر وخلي بالك إنه أحيانا لما بنشد على نفسنا في الأعمال والمذكرة وبييجي للإنسان فطور بييجي للإنسان فترة فطور يبقى همدان مش عايز مالوش نفس ما بيغيرش جو ما بيخرجش من الحالة اللي هو فيها أغير جو بما هو متاح وبما يناسب الوضع اللي إحنا حاليا فيه أعمل لنفسي نشاطات متعددة أحاول أخرج بيها لكن ما استسلمش أنت استسلمتي عشان كده بقول لابد من متخصص نفسي أرجو من هذا الخاطب إنك تكلميه بإنه طريقته لازم يعدلها وأخشى أن يكون هذا الخاطب ليس هو الخاطب المناسب لك لإنه إذا هو مش عارف في عملك ممكن يبقى عايز لك الخير لكن طريقته غلط قدت في النهاية أن أنت وقفتي لمنك كملتي النجاحات اللي كنت فيها ولا منك يعني في نفس الوقت حول يعني عارفة أنك تخرجي من الحالة اللي أنت فيها كل دي أمور أنا بس بفتحها قدامك وأرجو أن أنت برضو تلتزمي بيه لازم يبقى لنا ورد من القرآن يعني إحنا بنستمد البركة والعطاء والأنوار المعارف الربانية والعطاءات الإلهية ما يلمسه الإنسان وما لا يستعيبه بعقله البشري من الوحي من القرآن الكريم وإحنا قد إيه القرآن يعني نبهنا إلى ضرورة ذكر الله والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا لابد الإنسان يعمم اليوم بذكر الله ذكر الله بكل الأذكار اللي أستطيعها لكن ما يبقاش الإنسان أجوف ما لوش أي علاقة بالأنوار خلاص النفس تظلم فبالتالي تتخبط في الدنيا أصلي وأتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق وشيء جميل وحلو لكن أعمم اليوم بذكر الله سبحانه وتعالى يبقى لي قدر من القرآن أرى كل يوم يبقى لي قدر من الذكر صلى على رسول الله استغفار لحوله ولا قوة إلا بالله أسكار السباح أسكار المساء بما صح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ قدر من القرآن يوميا هتجدي فارق يعني أخودي كل النصائح دي جملة كده وإن شاء الله بإذن الله تكلمين وقد رفع الله ما بك إن شاء الله لكن لازم تعيني نفسك في الوضع اللي أنت فيه ده